لو رجعنا كده بخيالنا نتذكر التمثيل بدأ ازاي في العالم مفيش مرجع بيؤكد بدأ ازاي التمثيل من بداية مرحلة التسجيل بدأ التمثيل كتقصي ديني بدأ في الحضارة الفرعونية ان كبير الكهنة هو اللي بياخد الاضحيات من الناس عشان يخش بيها قدس الاقداس ويقدم القرابين لتمثال الاله ونيابة عن الناس هو اللي يقول كلام الناس ودعوتهم المسرح في الحضارة اليونانية القديمة كان ايضا يقام في اعياد دينية واللي درسوا قبل كده واللي ما درسوش في المعهد كان الاعياد بتقام في الاعياد الجادة كان لابد من اليوم يعرض فيه مصلحية سلاسية تلت اجزاء تلت اجزاء فنلاقي سلاسية بمعنى زي سلاسية ناجيب محفوظ بس هم طبعا هم اصحاب السبق اليونانين ان نلاقي سلاسية عن الكترا سلاسية عن اديب من تلت اجزاء وطبعا ايام اليونان ما كانش فيه اضاءة ولا كهرباء فبالتالي العرض كان بالنهار يعني يبدأ مع النهار وينتهي العرض قبل غروب الشمس وده شيء مهم لازم يدرس ولازم يتعرف ان ايسخيلوس كان النص المسرحي عنده ممثل واحد مع الكورس يعني اما نجيب مصرحيات ايسخيلوس كلها هنلاقي النص المسرحي مكتوب لممثل واحد اما تيجي تقرى النص مش هتلاقوا شخصية واحدة هتلاقوا اكتر من شخصية بس لما فيش شخصيتين واقفين قصد بعض على المصرح وفي الكورس الذي يمثل ضمير الشعب واللي بيقول كلام جماعي مع بعضيه فكان الممثل يدخل ويخرج الكورس يتكلم يخرج يغير مكياجه ويرجع يمثل تاني الشخصية التانية ويرجع وده كان شيء صعب وكان في الغالب الممثل في المصرح اليوناني القديم هو الشاعر يعني هو المؤلف نفسه كان هو اللي بيمثل الدور الرئيسي حصل تطور في عدد الممثلين أنا بحكي لكم باختصار مع الكاتب العبقري في رأيه التاني سوفوكليس أن يخلى عدد الممثلين اتنين أما خلى عدد الممثلين اتنين عدد الشخصيات كتر في التأليف المصرحية لأنه بقى فيه إمكانية أن الممثل يخرج يغير ويخش بشخصية تانية واللي كان موجود يخرج يغير يخش بشخصية تالتة وهكذا فوق ده أما جاء الكاتب أكثرهم واقعية في المصرح اليوناني يوريبيديز أو يوريبيد ده خلى عدد الممثلين دلاته لكن في المصرح اليوناني القديم كان الهدف منه ديني ونفسي أن الناس ما تتفرج على التلات مصرحيات ويشوفوا الملك نهار يعيني وتعذب يحصل ما يسمى بالتطهر عند المشاهد أن المشاهد بالمثل المصري اللي يشوف بلوة الناس تهون عليه بلوته فما بالك بقى مش بلوة الناس دي بلوة الملوك وفي اليونان أنصاف الآلهة كمان بقى المهم فضلت مهنة التمثيل دي مضطهضة ويطردها البوليس ولا يعترف بشهادة الممثل إلى أن ظهر الرجل عبقاري في روسيا اسمه كونستانتين سيرجيا في تشستانسلافسكي محتاج ترجمة يعني والمحير أن هذا الرجل ابن واحد غني بس يعيش المصر فلابد لابد سواء درسوا الكتب دي في المعهد ما درسوا هاش لازم تجبوه فيه كتاب اسمه حياتي في الفن ومترجم على فكرة واعتقدون موجود عندكم في الكويت ولو مش موجود اطلبوه من مصر من لبنان من سوريا هتلاقوه وفيه كتاب اعداد الممثل ترجم الجزء الاول في كل البلاد العربية معدى الجزء التاني ترجم في سوريا فقط وانا معايا نسخة منه هنا هخلي عمادي صورها لو انتو اللي مهتم يقرأ يقرأ عن اعداد الممثل الجزء التاني لانه متعلق بالتربية الخارجية للجسم لان اعداد الممثل في الجزء الاول عند استانسلافسكي مبني على البناء الداخلي يعني زي الممثل هيئ نفسه داخليا للدور وكتير فصروا استانسلافسكي بالكتاب الاولاني لان ما حدش ارى الكتاب التاني استانسلافسكي جاء كان قبل استانسلافسكي كان التمثيل اداء صوتي فقط الشطارة ان ممثل يكون اداء الصوتي رائع